نكمل الحتة اللي جاية اللي هي التريتمينت واللي عنده سؤال في الحتة اللي تشرحت دي يقول نكمل يا داكاترة وناخد التريتمينت بتاعة الهيمو كروماتوزيس طيب عشان نفهم التريتمينت بشكل عدق أنا عندي تريتمينت للهيمو كروماتوزيس تمام الهروداتري وتريتمينت للساكندري آيرن أوفرلوت يعني الهيمو كروماتوزيس الهروداتري اللي هو بسبب جينيتك بريدي بوزيشن وتريتمينت للساكندري آيرن أوفرلوت اللي هو كوز بسبب زيادة الآير وفي الآخر جدول بيختصر الكلام وبعد كده ألجوريزم لكل المحاضرة مختصر للمحاضرة في كلمتين تمام ناخد أول حاجة التريتمينت بتاعة الهيروداتري هيمو كروماتوزيس قال لك الناس اللي عندهم هيمو كروماتوزيس وآيرن أوفرلوت بسبب الجينيتك بريدي بوزيشن لازم نعمل لهم ثرابيوتك فيليبوتومي كل أسبوع على قد ما يتحمله يعني إيه؟ يعني خليه ينزف يعني أن الآخر بأسحب منه دم ورميه تمام خليه روح يتبرع بالدم التارجت ليفل بتاع الفيليبوتومي يعني أسحب منه دم عشان أوصل الفريتين ليفل في الدم عنده خمسين لمية تمام طيب يعني ما عنديش ليفر ديزيس ما عنديش إليفاشن للإنزيمز لما يكون المريض الإنزيمز بتاعته طبيعية ويكون الميتوشن اللي عنده هو موزايجوت ويكون الفريتين بتاعه عالي بس أقل من ألف في الحالة دي بنعمل الفريتومي من غير ليفر بيوبسي تمام يعني يكفي عندي إن الفريتين يبقى عالي ويبقى فيه ميوتيشن وجود الميوتيشن لوحده كفيل إن يخليني أبدأ العلاج مش محتاج ليفر بيوبسي تمام طب الناس اللي عندهم بسبب الأيرن أوفرلود لازم أعمل لهم وأوصل لنفس زي بتاعة المرضى اللي هما عندهم أوفرلود اللي هي الطارجت في الرتين ليفل يبقى خمسين لمية عند المريض يعني أفضل أسحب منه دم لحد ما نسبة الفريتين في السيرم تقل تمام يعني من الآخر كده أنا بخليه تخلص من كمية من الدم بتاعته تمام أثناء العلاج بتاعت الهيرداتري هيموكروماتوزيس مش محتاج أعمل يعني إيه حد يقول لي يعني حد يقولك طب يا دكتور ما أنا قل للأيرن أوفرلود في الأكل والكلام ده لا متى مش محتاج طب نزود الأيرن لأننا نسحب منه دم لا ولا تزود ولا تنقص مش محتاج تعمل خليه كل عادي فيتامين سي سابليمنت والأيرن سابليمنت ما ينفعش تتاخد إذا كنت أنت عايز تخلصهم من الأيرن أوفرلود تروح تديله أيرن البيشنط اللي عندهم هيموكروماتوزيس وأيرن أوفرلود لازم نعمل لهم منوترينك إن ممكن يحصل لهم ريئة كيوميليشن للأيرن تمام عشان كده بخليهم يخضعوا لمنتيننس فيليبوتومي يعني كل من فترة لفترة نسحب منهم دم التارجت ليفل بتاع الفليبوتومي زي ما قلنا يبقى من خمسين لمية سيروم في ريتين تمام طبعا التليتمنت بتاعت الفليبوتومي ركوميندد للمرضى اللي هومان HFE related iron load تمام وعندهم elevation في الHIC اللي هو الهيباتيك iron concentration طبعا الفليبوتومي بيحصل للناس اللي قلنا HFE related iron load اللي هوم بسبب ميوتيشن في الHFE بروتين طب الHFE بروتين ميوتيشن related hemochromatosis طالما الهيباتيك iron concentration elevated اعمل لهم ميوتيشن في الهيباتيك تمام طيب احدد ازاي ان المريض استجاب للفليبوتومي لسحب الدم احدد التارجت بتاعت الفليباتيك بتاعت المريض انت ايش عرفك ان المريض بيستجيب اول حاجة تلاقي ان التشو ايرن ستور رجع للنورمال تمام السيرفايفل بيتحسن ايرن ستادي ايوة يا دكتور تمام بس فيه برضو اندكيتور تانية غير الايرن ستادي ايو الايرن ستادي طبعا اندكيتور حاجات تانية ما هو الايرن اوفرلود بيأثر على التشو كلها تمام بيحسن السيرفايفل طبعا طبعا بيحسن السيرفايفل بشكل اكبر لو انت عملت دياجنوزوس وبدأت العلاج قبل ما يحصل السيروزس او يحصل ديابيتس طبعا يزيد التحسن او احساس والانيرجي يعني الواحد يحسن هو تحسن صحيا صحية رجعت له تحسن الكاردياك فانكشان يتحسن الكنترول اوف ديابيتس يقل الابدومين البين يقل الاسكين بيجمينتيشن الليفر انزيمز ترجع للطبيعي الهيباتيك فايف بروسس يحصل له ريفيرسل في 30% من الحالات حصل ريفيرسل تمام البريفلنس لما حسبوه اولا حسبو الحالات كلها لان 30% بيحصل لهم ريفيرسل لفايف بروسس بتاعهم طبعا لو فيه يعني انا شخصت وبدأت تعالج والسيرروزس موجود ما فيش ريفيرسل ليه طبعا بشيه للريسك بتاع يعني الرسك بتاع ان يحصل بعمل للريسك لان انا بعالج لما الرسك يروح المريض ما يبقاش عنده رسك خالص ان يحصل له HCC بسبب الHH ساعتها اقول ان فيه ريفيرسل فعلا للثيرابيوتك في الابوتومي تمام لو يعني اتحقق قبل ما يحصل السيرروزس كده انا فعلا عملت للريسك ان يحصل HCC ليه لان الHCC مش بتحصل الا فوجود سيرروزس فطالما انا بدأ تعالج قبل ما يحصل السيرروزس كده انا فعلا بشيل الرسك تماما بتاع الHCC بيقل البرتال للناس اللي عندهم سيرروزس تمام طبعا نوع في الارثروباسي مفيش ريفيرسل للتستيكول الأتروفين تمام حد عندي سؤال محدش يلعب بالموس بتاعه تماما 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 طب السكندري iron اللي هو مش بسبب حاجة الارثروباسي بنعمل ايه بنعمل ايه بنعمل تعمل الارثروباسي لانا المشكلة مش جينية مش هيريداتري مش موروسة شوية ايرن دخلوا زيادة الجسم اعمل لهم ايه قدي حاجة تسحب شوية الارثروباسي ايه ايه ايرن كليشن ميديكيشن يعمل كليشن للايرن زي ديفروكسامين مصويلات او ديفروكسامين سيروكسامين للناس اللي هم ايرن افرلود او الناس اللي عندهم ديز ايروسروبيوتك سندروم او كرونيك هيموليوتك اناميا حصل لهم هيموليسيز فالايرن بيزيد ادي حاجة تعمل كليشن للايرن هناخد العلاق باختصار بقى الهيروداتري هيمو كروماتوزيس وان في الوبيوتومي قبل كل الوبيوتومي تمام وبعد كده بعد ما سحبنا الهيمو قبل ما نسحب الدم بعد كده نشوف الهيمو جلوب نهيمو نجعل الهيمو يقل يعني نسحب دم ونعمل الوبيوتومي للدرجة اللي تخلي الهيمو جلوب ينقص ويقل بس مش اقل من 20% من الليب الاولاني يعني ايه يا جماعة لو الهيمو جلوبا عند المريض ده عشرة انا بضرب مثال تمام وهو عنده هيمو كروماتوز انا بضه بضرب مثال ما فيش هيمو جلوبا في الهيمو كروماتوز بيبقى عشرة تمام بيبقى ناقص برضو لان الهيم مش بيتكون انا بعمل ايه بعمل فليبوتومي بسحب بلد بخلي الهيمو جلوبا ينقص بس نوت مور زين 20% يعني ما ينقص ينقص بس مش اكتر من اتنين يعني يبقى تمانية او اكتر الهيمو جلوبا يبقى تمانية او اكتر حاجة بسيط ما يقلش عن تمانية الله ينور عليك يا دكتور بس انا بقولها تاتا تاتا يعني ماشي عشان انتم بقضح قوي بالنسبة لكم اتشيك السيرام في ريتين كل عشر لعشرين في الوبيترمز تمام يعني شوف السيرام في ريتين كل عشر لاثنشر في الوبيترمز عشر لاثنشر الفيليبوتومي يا جماعة تشبه شوية الحجامة عارفين الحجامة بس طبعا انا بسحل خمسمائة ملي من البلد الحجامة مش هتسحل خمسمائة ملي استاب الوبيترمز في الوبيترمز بيوصل خمسين لماية ما بين الخمسين و المية افويد فيتامين في سي سبليمنتاشن السكندري ايرن اوفرلود بقى بسبب يعني مشكلة في الاسروبيوز نضيف الروكزامين مسحولية اللي هو هدي سفيرال بدوز 20-40 ميلي جرام بكيلو جرام البوضي ويت لكل يوم او الديف ديف سيروكس ممكن نعمل لما تبقى مش متأكد ان الارن تم بشكل ناجح او انت مش واصف ان الادوية اللي بتجيب نتيجة طبعا تتجنب الفيتامين سي سبليمنتشن برضو ليه طيب يا جماعة الفيتامين سي سبليمنتشن بنتجنب عايز اجابة الله لننور لك دكتور السمر بزود الابزور بشان بتاع العيال في حد هناك بيمسك الموس وبيلعب به طيب الالغوريزم بقى اختصار للمحاضرة دي كلها عندي الناس اللي نشكك عندهم هيمو كرماتوزيس مالتفايتامين تابلت انا منع عنهم ليه بقي الفيتامين المالتفايتامين طرامة فيها فيها فيتامين سي مادهاش هو قالك أفويد فيتامين سي تمام يبقى نتجنب فيتامين سي لا أفويد فيتامين بسي سبل هو ما قالش عليا أو منخفض السبب هو قالك السبل سبل مانت尉 أنا بديه بدوز معين و كاسب � دوز معين كاسب هو قالك هذا لا لا هديه بالنورمال دوز بتاعت السبليمينت. تمام? اللي هي الجرعات الطبيعية. هافويد اصلا الفيتامين سي. تمام? طالما اقول مالتي فيتامين تابلت هاد فيتامين سي خلاص. ادور على الحاجة مابقاش فيها فيتامين سي. يعني لو عايز ادي فيتامين بي للمريض ده. عنده ديوربيتك نيوروبا ادي له فيتامين بي كومبليكس او فيتامين بي كومبليكس هيبقى فيه فيتامين سي معاه؟ لا. التارجت ببيوليشن. فيه اسمتوماتيك بيشن. وفيه اسمتوماتيك وفيه واحد عنده هيمو كروماتوزيس. اول حاجة بنعملها السيرم ترانسفيرين ساتوريشن والفيرتين. دستيب وان اول خطوة. في الخطوة الاولى بعد كده نروح نشوف في الترانسفيرين ساتوريشن. تمام? سيرم ترانسفيرين ساتوريشن والفيرتين. هبص على الاتنين. لقيت الترانسفيرين ساتوريشن اقل من خمسة واربعين. والفيرتين نورمل مش محتاجة اعمل حاجة. لقيت الترانسفيرين ساتوريشن اكتر مني او يساوي خمسة واربعين. والفيرتين اولا. يعني واحدة منهم اولا. يعني واحدة من الاتنين اولا. تمام? بعمل ايه بشوف ال HFE بشوف الميوتيشن تمام ده الخطة التانية بدور على الميوتيشن تمام لقيت الميوتيشن عندي C280Y على C280Y يعني هموزايجوت هموزايجوت ببص على الفريتين لقيت الفريتين أعلى من 1000 وليفر انزيمز عالية واحدة من الاتنين موجودة يعني الفريتين أعلى من 1000 يعني الليفر انزيمز عالية بعمل ليفر بيوبسي وشوف ال HEEP وشوف ال HIST تمام زائد therapeutic philipotomy ده مع ده تمام طيب لقيت الفريتين أقل من 1000 وفيه normal liver enzymes بعمل على طول therapeutic philipotomy تمام طيب لما عملت ال HFE genotype لقيت هيتروزايجوت mutation تمام مش هموزايجوت بعمل ايه بعمل exclusion لother liver hematologic disease زائد أو ناقص liver biopsy ممكن أعملها أولا وممكن أعمل therapeutic philipotomy أو لا تمام يعني أن الآخر كده الهيموزايجوت هو أكتر حاجة بتخليني أعمل therapeutic philipotomy تمام وأعمل liver biopsy إنما الهيتروزايجوت ممكن أعمل philipotomy أو لا تمام وممكن أعمل liver biopsy أو لا بس هم حاجة فيهم إننا نعمل explosion liver hematologic disease وضحت حد عنده سؤال فيها حد عنده سؤال يا جماعة تفضلي دكتورة سمر اسألي ترجمة نانسي قنقر دكتورة سمر بتقول الفريتين ممكن يرتفع بعين في المترو بروسس بس هل هيرتفع للنسب العالية دي دكتور هل هيبع عالي بالدرجة لتشككني حديدك بتسألي يعني بصراحة أنا ما خدتش بالي ما عدتش علي حكاية إن الفريتين بيعلى في الإنفراماتري بروسس الإنفراماتري بروسس أو أي أكيوت فيس بيحصل رسير أكتف بروتين هو اللي بيعلى يعني سؤالك هل تميزي إزاي ما بين إن الحالة دي هيموكروماتوزس ولا دا إنفراماتري بروسس هل دا سؤالك يا دكتور ولا إيه؟ هل أنا كده فهم سؤالك صح؟ دكتورة سامر الألغوريزم من الأول خالص قبل مراحة الباقي أنا مش فهم أنا بس عايز أعرف سؤالك يا دكتور دلوقتي أنت بتقول الفريتين بيرتفع في الجسم في الإنفراماتري بروسس تمام عايز أتفرق ما بين ارتفاع الفريتين في الهيموكروماتوزس وما بين الإنفراماتري بروسس صح؟ هو إحنا بنحكم على الهيموكروماتوزس بالسيرام بالفريتين بس ولا أنا عندنا سيمتومز وعندنا شوية حاجات بتخليني أشك في الهيموكروماتوزس وبسحب الترانسفرين ساتوريشن وبعد كده بروح أبص على الليفر وباخد هستوري كل الحاجات دي بتوضح ثم لإيه سؤالك؟ وحتى غير الجينوطايب يا ذاكاترة فسهموا بس فهموا غير الجينوطايب حتى الفريتين لو عالي مش هيعلى للدرجة اللي تشككني تمام؟ أنا عندي كذا حاجة تاني بتوبا انديكيتور مثلا واحد جانب الفريتين عالي طب ما هو ممكن الواحد ده يكون لسه واحد متبرع له بالدم لسه ممكن يكون واخد واحد واخد ايرل سابليمينت تمام؟ واخد أكلة يعني أخد أي سابليمينت فيه ايرل تمام؟ واخد دوا بيعمل هيموليتك أنيميا صح ولا غلط يا جماعة؟ وضحت يا دكتور؟ مش انديكيتور أنا عندي ميت انديكيتور تاني أنا عندي سيمتمز و ساينس ببص فيها في الأول وفاميلي هستوري باخدو شوية حاجات باخدها في الأول عشان في الأول الحاجات دي تبقى سجست في النشك ان المريض ده عنده هيموكروماتوز بعد كده ببدأ الألغوريزم واحدة واحدة تمام؟ فبالتالي اللي حاجة بتتكلمي عليه ده أكيد هيبقى سيمتماتيك عشان تكون يشك أن دي هيموكروماتوز لأنه لو سيمتماتيك أنا هوفر على نفس الطريق وهقدر أفرق ما بين هل ده إنفراماتي ريزبونس ولا هيموكروماتوز تمام؟ طب ما هو أسيمتماتيك فعلا؟ لأنه لو سيمتماتيك خلاص فهمت؟ لو أسيمتماتيك بقولك نشوف باقي لقيت الفيريتين عالي هتبص على الترانسفيرين تمام؟ وحتى لو عالي الفيريتين في الإنفراماتي ريكشن هتلي كيس كده مثلا هل بتعلن للدرجة اللي بتبقى موجودة في الهيموكروماتوز وفيه هسترو معي؟ تمام يا دكتور تمام حد عندك سؤال تاني يا جماعة أتمنى يا دكتورة سمر تكون واضحة لك لو مش واضحة ممكن تكتبي سؤالك بصيغة تانية وحاول أفهمه لك برد تمام؟ حد عنده سؤال يا جماعة قبل ما نقفل احنا كده خلصنا المحاضرة هي بسيطة وصغيرة وعلى على نومينال برسنتج من زيرو لمية عايز مستوى فهموكو للمحاضرة دي نومينال برسنتج من زيرو لمية وهو البرسنتج نومينال داتا كل واحد يقول لي فيهم المحاضرة كم في المية؟ فلوبوتومي دكتورة سمر بتقول فلوبوتومي ما له تفضلي يا دكتور مكتوب أستلوريتد ما هو قال لك أسبوع ويكلي أو باي ويكلي يعني أسبوع لو ما قادرش يستحمل يبقى كل أسبوعين وات بيش أنت كان يعني إيه؟ واحد بسحب له 500 ميلي بلاد يا جماعة مش ممكن يحصل له هايبوتينشن في ناس بتروح تتبرع بالدم بيحصل لهم زي هايبوتينشن واحد مش قادر يستحمل البن بتاع الشاكة مثلا شفتوا روحتوا بنك بنك الدم شفتوا اللي بيتبرع بالدم في واحد يقول لك أنا روحت أتبرع حصل لي أغم علي تمام احنا طبعا بنسحب 500 ميلي بس مش يعني المريض زي ما ما قلتلك في حالة هيك مرضى ممكن نستعمل معهم دي فيروكزمين المشكلة هنا مش إن فيه آيرنولود وزايد عن حاجة الميتابوليزم بتاعت الجسم المشكلة في الساكندري كوز الجسم هنا بيعمل ميتابوليزم وبيتخلص من الآيرن يا دكتورة سامر بس الآيرن زاد عن الكباسة بتاعت الميتابوليزم بتاعت الجسم فالجسم عاجز إنه يتخلص من اللود فأنا بدي حاجة تساعد زي دي فيروكزمين حاجة آيرن كليتنج تمام إنما اللي عنده هيريداتري هيمو كروماتوزيس ما فيش أصلا ميتابوليزم في الجسم الجسم مش بيتخلص من الآيرن الخلل في الجسم تمام فمهما الدي تدي فيروكزمين مش هينفع لإن حتى المستوى الطبيعي من الآيرن عامل خلل أو عامل إنجري للجسم أو عبارة على اللود الساكندري آيرن أوفرلود بيبقى الآيرن زاد عن النسبة الطبيعية اللي الجسم بيحتاجها تمام فمش قادر يتخلص منها فأنا بحاول أساعد الجسم إنما اللي عنده هيمو كروماتوزيس الآيرن عامل لود حتى لو مستوى الآيرن الطبيعي بالنسبة للناس فهو بقي فيه لود هو مش قادر يعمل لإنجري للآيرن فهماني أستعمله كمساعدة لسحب الدم عشان أقلل طب ما هو لو لو بيساعد ما كنت استعملته ما كانت جايدلاين تريكمندي بديفيروكزامين ما هو لو فيه دراسة كانت قالت ما هو الكلام ده أنا جايبه من دراسات أنا جايبه من جايدلاين ده أحدث أبديت بيتكلم عن الهيمو كروماتوزيس لو فيه دراسة تقول بديفيروكزامين ينفع في الهيروداتري كنا نستعمله نستعمله في الساكندري فقط تمام أنا معرفش أنه فيه دراسة تقالت عن نديفيروكزامين ولا لا بس لا أقدر أقوله لكم متأكد منه دلوقتي نديفيروكزامين إلى الآن مش أبروفد أو مش كونفيرمد يستعمل في حالة الهيروداتري هيمو كروماتوزيس ينفع في الساكندري آيرن أوفرلوت فقط لأنه هو بيعمل للآيرن اللي زايد عن اللزوم إنما في حالة الهيروداتري هيمو كروماتوزيس هو مش مشكلة أن الآيرن مش زايد عن اللزوم لا هو الآيرن المفروض أنه طبيعي بس الجسم مش عارف يعمله فيه خلل في الآيرن بتاع الآيرن تمام؟ فمهما خدت تعمل كليشا للآيرن برضو مش أقدر أتخلص من حاجة فالحل هنا عندي إن أنا أسحب دم كتير كل شوية طيب يا جماعة حد عنده سؤال تاني على برضو من زيرو المية عايز ما دفهموكو استيعابكو للمحاضرة قبل ما أقفل مية في المية دكتورة صمر تمام؟ دكتورة عائشة تمام؟ دكتور تمام؟ دكتورة مازل خمسة وتسعين؟ تمام يا دكتورة طيب يا دكتورة خلصت المحاضرة وانت قبل أسبوعك جاي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته